اشتركوا في القناة في التفاصيل اكتر بخصوص اجتماع 16 ديسمبر تابعونا في اللايف ده ايام حاسمة بنعيشها بتعيشها في مصر في انتظار موافقة انهائية بتاريخ 16 ديسمبر من صندوق النقد الدولي على قرد مصر وكالعادة قبل اي قرار مهم الدنيا بتتقلب والتوقعات بتزيد وده اللي بيحصل وهيحصل لغاية ما تستلم الشريحة الاولى من القرد وفي اللحظة دي فخر الفئي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب طلع يطمن المصريين ويقول لهم ما تقلقوش وكل الكلام عن تعويم كامل للجنيه ملوش اي اساس من الصحة ومن وجه تنظروا البنك المركزي بالفعل اخذ قرار التعويم في 27 اكتوبر وهو تعويم ودار وتدريجي البنك المركزي بيشرف عليه وفي نفس الوقت السندوق متقبل ان ده الحل الافضل لاقتصاد مصر ومقتنع بسعر الدولار عند مستوى الحالي 24 جنيه و60 قرش عشان كده قال ان اللي بيضارف الدولار دلوقتي هيخسر لان السعر مش هيطلع زي من ناس متخيلة وطبعا ده عكس توقعات ومصادر تانية قالت ان صندوق النقد بيطالب بمرونة اكبر في سعر الصرف وتوفير الدولار بسهولة لاي حد عاوزو وكمان الغاء القيود على الودائع الدولارية وإلغاء القيود عن الاستيراد والافراج عن البضائع المركونة في المينة بحوالي 6 مليار دولار وردا على كل ده قال الفئي ان مصر خدت بالفعل اجراءات مسبقة حسب برنامج الاصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد واللي فاضل دلوقتي هي الموافقة النهائية بس وبعدها مباشرة هيتم صرف الشريحة الاولى كمان وضح تفاصيل اكتر عن القارد وقال ان البرنامج مدته 4 سنين وكل 6 شهور هيحصل مراجعة لالتزام مصر بقرارات البرنامج وبناء عليه هيتم صرف الشريحة من عدمه وده بخلاف فترة سماح لانه مش هيكون فيها اي اقصات مستحقة على مصر وفي نفس الوقت توقع الفئي انفراجة في السوق بعد 16 ديسمبر لان تحديد سعر الدولار هيكون في ايد البنك المركزي مش الاسواق الموازية والمبلغات والمبلغات اللي بتحصل على السوشيال ميديا كمان شايف ان موافقة الصندوق هتكون الباب لدخول فلوس من مؤسسات تمويل دولية تانية زي البنكين الدولي والافريقي وفي نهاية كلامه اكد ان مصر بالطالب بحقها الطبيعي لانها عضوة في صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الدولية ولازم المؤسسات دي تساند الدول الاعضاء فيها وتقدم لها التمويل المناسب في وقت الازمات انتوا بقى رأيكم ايه هل البنك المركزي هياخد قرار التعويم قبل اجتماع 16 ديسمبر ولا فعلا التعويم حصل وما فيش جديد وبكده نكون انتهينا من اللايف اللي اتكلمنا فيه عن توقعات الخبرة بخصوص اجتماع 16 ديسمبر القادم شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة